السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبد الرازق استشاري جهاز هضم الكبد وحميات أتشارب بوجودي معكم اليوم سنتحدث عن موضوع القيء القيء في بعض الأحيان يكون حاد، في بعض الأحيان يكون مستمر ومزمن وهذا يكون في بعض الأحيان موجود عند الأطفال، وأيضا في بعض الأحيان موجود عنده الكبار ما هي أهم أسباب الاستفراغ أو القيء؟ نحن نعلم أن هذا القيء عبارة عن نوع عرض وليس مرض يجب أن نعرف سبب هذا العرض القيء هو تفريغ محتويات المعدة عادة يسبق غثيان أو إحساس بالقيء نحن نعلم أن بعض الناس يأتي لها دوار حركي يعني عندما تركب أوتوبيسات أو مواصلات، يحدث لها نوع من أنواع الدوار وفي بعض الأحيان يحدث لها قيء هذا يكون عادة موجود عند الأطفال، وبعض الناس عند سن الشباب أيضا هناك أشخاص يأتي لها دوار بحر عندما تركب مركبة أو شيء يحدث لها نفس المشكلة السيدات الحوامل، خصوصا في أول ثلاث شهور، يحدث لهم قيء وغثيان لكن تتحسن هذه الأمور مع أواخر الحمل الضغط النفسي أو التوتر، هذا يؤدي إلى قيء في بعض الأحيان خصوصا عند الأطفال، مثلا عندما يذهب إلى المدرسة أول مرة أو لو كان هناك خلاف أو زعل مع مصحابه يحدث له نوع من أنواع القيء أمراض المرارة، أمراض الجيوب الأنفية، التهابات الأزن الوسطى، التهابات البنكرياس كل هذه الأسباب تؤدي إلى ترجيع أو قيء طبعا الناس الذين يشرب قهوة كثيرا أو المدخنين أو الناس الذين يأكلون شطة ومخلل كثيرا يحدث لهم التهابات في المعدة ويحدث لهم التهابات في الإثن وعشر هذا أيضا يؤدي إلى قيء وغثيان الناس الذين لديهم إفراط في الأكل، مثلا تعزم وكلت زيادة لزوم قليلا يحدث له طخمة وقيءة كل هذه الأسباب تؤدي إلى قيء في بعض الأحيان تدخل بعض الميكروبيات، مثل الفيروسات والبكتيريا تؤدي إلى نوع من أنواع التسمم الغذائي، مثل بعض الأكلات التي كانت محفوظة خارج التلاجة فترة هذا يؤدي إلى تسمم غذائي أو كل سلطة مع الأكل والطماطم أو الخيار ليس مخصولين جيدا خصوصا للناس الذين يأكل الأكل من بره كل هذا يؤدي إلى قيء إذن، هذا القيء أسبابه كثير قوي، حتى أيضا الناس الذين لديهم أزمات قلبية يعني لو حصل جلطات في القلب وكذا، ممكن أيضا تأتي على هيئة قيء لكن ما أحب أن أنوه لي أن هناك مشاكل أيضا في المخ ممكن تؤدي إلى قيء مثلا الالتهابات السحائية أو الاستسقاء في المخ أو بعض أنواع الصداع النصفي كل هذه الأشياء ممكن تؤدي إلى قيء نلاحظ أن مركز القيء موجود في المخ وبالتالي يجب أن نهتم جدا جدا، ليس بالمعدة أو الأمعاء، لكن لا أيضا بالأسباب التي تؤدي للقيء في المخ النحية النفسية، كما قلنا، مهمة جدا جدا في بعض البنات أو الشابات يأتي لهم شيء اسمها إحساس بأنها مليانة وعايزة تخس، فأضع أصبعها بقى ويحدث لها قيء، هي التي تسببها، هذا مرض نفسي اسمه بوليميا أيضا هناك بعض الأمراض الخاصة بالغضة الدراقية، يعني إفراط الغضة الدراقية بعض الأحيان يؤدي إلى قيء كذلك بعض الأمراض الخاصة بالمرض السكري، يؤدي إلى ضعف في الحراقية المعدة وهذا أيضا يؤدي إلى قيء بالنسبة للأطفال الصغيرين، نلاحظ أن الأطفال الصغيرين التي تسن أسبوع أو أسبوعين في بعض الأحيان يأتي لهم قيء في الغالب، هذا يكون قشط، ليس قيء القشط عبارة عن جزء صغير من اللي دخل جوه معدته أما القيء، فهو يفرخ كل اللي جوه معدته عادة السبب الرئيسي هو ارتجاع في المريضة لكن في بعض الأحيان، عندما نجد أن الطفل لا ينموش ويأتي له جفاف، نفكر في أسباب آخر مثل تضخم في العضلات بوابة المعدة ونكتشفها بسهولة عندما نفعل صنار على البطن، نجد أن هناك تضخم في جدار العضلة البوابية المعدة في بعض الأحوال الندرة، نجد أن المريض لديه هيرشي سبرانج ديزيز هذا نوع من أنواع خلل في حرقية القولون جزء معين من القولون في خلل في الحرقية هذا يؤدي إلى شبه شلل في الأمعاء، يؤدي إلى انتفاخ في البطن ووقيء مستمر هذا أيضا من ضمن الأمراض التي يجب أن نكتشفها طبعا لكي نكتشف هذه الأمراض وأسبابها، يجب أن نفعل تحاليل يجب أن نفعل صورة دم لكي نرى أخبار إذا كان هناك أنيميا أو مشاكل يجب أن نطمن على وظائف الكلا لأن هذا المريض يخش في جفاف مهم جدا أن نفعل مناظير مثل منظار معدى لكي نرى ما في الدنيا أخبار في بعض الأحيان نفعل رسم قلب لكي نرى إذا كان هناك أزمة قلبية أو لا، في بعض الأحيان نفعل أشياء رانين مغناطيسة على المخ لكي نرى السبب جيد من المخ أو لا من ضمن المضاعفات الخطيرة للقيئ في بعض الأحيان من كتر قوة القيئ سعاد يحدث جرح في المريء وهذا نسميه مالوريويس سندروم يعني يحدث نسف بعد ذلك وفي بعض الأحيان لو كان هذا المريض ليس في وعيه أو يأخذ مخدرات هذا القيئ يمكن أن يسبب له اختناق ويموت فيها لأن هذا القيئ يخش في القصبة الهوائية طبعا يجب أن نأخذ بالنا من هذه المواضيع من ضمن الأسباب بالقيئ أمراض في القولون مثل القولون التقرحي أو أسباب ثانية مثل مرض السيليك ساعة يعمل كما اتفقنا لو هناك أمراض في البنكرياس تؤدي إلى القيئ طبعا جرسومة المعدة تعمل التهابات في المعدة ويجب أن نكتشفها ونفعل الفحص في البنكرياس لكي نعرف إذا كان المريض لديه جرسومة المعدة أو لا علاج هذه الأمراض يعتمد أصلا على سبب المشكلة لو المشكلة في المعدة نعالج المعدة لو المشكلة في المخ نعالج المخ لو المشكلة في القلب نعالج القلب لكن في معظم الأحوال سأعطي أدوية توقف القيئ مثل حقا توقف القيئ في بعض الأحيان سأعطي أدوية تبطن المعدة والقولون في بعض الأحيان سأعطي مضادات حيوية على أساس أننا نموت الميكروبيات في بعض الأحيان سألجأ لنركب كانيلا ونركب محليل إذن كل مرض له سبب لها علاج معين لكن هناك خطورة أيضا لو مريض عنده قيئ وعنده بداية غيبان عن الوعي يجب أن يذهب إلى مستشفى فورا أو يصل له نزيف أثناء القيئ يجب أن يذهب إلى مستشفى فورا أو هذا المريض إذا كانوا وجع جامد جدا في بطنه يجب أن يذهب إلى مستشفى فورا أرجو أن تكونوا استفادتم من الفيديو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته